على الجانب الشخصي أنا سمعت أنك كنت متزوجة بالعراق وبعدما سافرت صار انفصال وبعدها اتزوجت من جنسية أخرى التي هي الزوجتك الحالية أي جنسية؟ مغربية مغربية ما الفرق بين المرأة المغربية والعراقية التي لاحظتها؟ لا يوجد فرق المرأة مرأة سواء كانت عراقية أو مغربية أو مصرية أو إلى آخر الإنسان إذا تفهمت الرجل والرجل كذلك أي علاقة دوم بالتفاهم الحب الوحدة لا يكفي إذا عندك أطفال من الزوجتين أو من واحدة نعم كم طفل عندك؟ أمو طفل هو اليوم ما شاء الله يعني كبار بس إشغال عندك؟ خمسة ما شاء الله خمسة ما عرفت أن تحب تحكي بهذا الموضوع بس إنت فترة فترة انحرامت من أطفالك بسبب السفار ما تشنط تقدر تشوفه أوضاع لا هم يقدرون يطلعون ولا أنا أقدر أجي إلى بعض السقوط يالله قدر تشوفه وكم سنة تقريباً ما شفتهم؟ يعني عدهم أنت يعني حوالي عشر سنين هيتشي؟ أقل بشوي أقل بشوي نعم شون صار أول اللقاء بينك وبينهم؟ يعني أكيد اللقاء مو عادي رح يكون العواضف تكون به غير أولادك من الزوجة الثانية شون عراقي؟ مغربي؟ شون معلمهم؟ يفهمون العراق بس ما يتكلمون لأن الأجواء اللي عايشين بها المدرسة كذا كلها مغاربة فأكيد تكون أنت تعلمت مغربي؟ أكيد يعني ابني مثلاً الكبير علي أخذت معي المغرب يتكلم مغربي بيرفكت وهو لا غلطه الكبير شون اللي بالعراق؟ شون تتعلم هذا؟ أخذت معي المغرب يعني بقيم كذلك في المغرب منها كتتعلم؟ يعني الأغلبية ما يعرفوا أنه عراقي ولا حرف هاشينو؟ لا يتكلم عراقي بس أقول لك يتكلم مغربي بطلاقة تعلمت تغني مغربي؟ ما اعتميت الموضوع بصراحة لأن كل جواهي جواعنا العراقي عراقي